لازم تدرس الفريق المنافس دراسة جيدة الحاجة المليحة في الفرق العربية ممكن المغرب الجزائر تونس أنها تستقبل في المقابلة الثانية وهذا عنده أفضلية وعنده دور كبير مقارنة مع مصر التي تلعب في ميدانها ثم تتنقل إلى سينيغال هذا هو الخوف على المنتخب المصري بالنسبة للفرق الكبير نضم بالجزائر العمال كاميرو فريق كبير ممكن مع فريق كبير تلقى تحس بالصعوبة تركز أكثر ممكن تربح بصعوبة ولكن تربح ولكن مع فرقة صغيرة تلقى صعوبة كثيرة اللقاءة تكون مفخخة وهذا سبق وقلتم مع سيراليون القيناة صعوبات مع غينية الاستيواء قيناة صعوبات هذا ما يدل على أن أنا ما نقول لك كورة القدم في إفريقيا طورت ولا ما كانش كاين فرق سيفري ما كانش كاين فرق ولكن الفرقة الصغيرة خدمت ولكن الفرقة الكبيرة ماشي بالمستوى الكبير نزل المستوى تح وتلقى في واحد المكان في الوسط تقريبا عندما تقدرش تعرف الفريق الكبير ما بنش شفنا السينيغال شفنا الجزائر شفنا تونس شفنا مالي ما بنش بالمستوى تحمل كبير وشفنا الفرق الصغيرة مستوى متبين يدلك مقابلة كبيرة ويدلك مقابلة متوسطة يعني هذا التبين في المستوى يعني يبين لك بليهذا الفريق ما هوش منتظم فريق مقابلة تنين ما يزيدش هذا الفرق اللي تقدر تديلك مشكل كبير والفريق اللي يكون يلعب إمكانياته وفارك ولعبين تاومشي ظاهرين ضبلي يشكل كخطر كبير ولكن درجة أقل ضبلي المغرب تقدر تتأهل على الكونغو أولا لعدة الظروف أولا كما قلنا أنها استقبل في المقابلة الثانية ثانيا لأن المغرب كاين فوارق بدنية فوارق شاسعة فوارق لاعبين فوارق فنيات فوارق مستوى ضبلي كاين فرق الحاجة الثالثة الكونغو الديمغراطية ما تأهلتش حتى الكاسفريقيا ما شاركتش حتى في كاسفريقيا ضبلي هذا عنده دور كبير والمغرب راي تمشي بخطة ثابتة باش تروح أبعد أبعد حد في الكوبدافريك هالأمور النفسية أمور التقنية ضبلي رح تظهر الخبايا تاحها في المقابلة الضوري فاصل ضبلي المغرب رح تتجاوز لكل حال بين قوسين رح تتجاوز الكونغو الديمغراطية هناك هين فوارق بالنسبة لتونس ومالي نضملي مقابلة متكافأة للدرجة كبيرة الجزائر الكبيرون كيف كيف مقابلة متكافأة إذا قدرنا اللاعبين والمدرب نخرجوا من هذه الأزمة النفسية هذه تعال النتائج للكان المتخب المصري نضملي مقابلة أصعب المتخب المصري هو اللي عنده مقابلة أصعب في الفرق العربي المشاركة يجي المتخب الجزائري ثم تونس ثم المغرب